رواقع الدابعين ربنا يجزي عننا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء لازم هتحبوه زي ما كلنا حبناه فعلا بجد قلنا يا جماعة في الحلقة الماضية كانت بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولما اشتد أذى المشركين على المسلمين على الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة وقال لهم إن نبيها ملكا لا يظلم عنده أحد أبدا وإنها أرض صدق شاهدتين بشهادهم النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خاصة بالنجاش نفسه وشهادة خاصة بالبلد نفسها الشهادة الأولية أن الراجل ده لا يظلم عنده أحد يعني إنسان عادل جدا كلام ده كله أنه بعرفه بوحي من السماء من عند المولى عز وجل الحاجة التانية قال وإنها أرض صدق الناس هناك ناس صادقين ناس أفاضل آهم على ديانة تانية لكن يدوب بس انت تذكرهم بالله وأول ما فعلا يدخلوا في هذا الدين هتشوف ناس بجد هتشوف منهم خلق الصدق عالي جدا جدا وأجمل ما يتحلى به المؤمن هو الصدق وريزة قال جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه يا سلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ربنا يرزقنا لكم الصدق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرجل لا يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا شاهد في الموضوع حالي بقلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أنهما يروحوا يهجروا الهجرة الأولينية لبلد الحبشة كان على رأسهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدوا هناك فترة ولما تلعد بقى شاعة من المشركين سجدوا خلف النبي وتكت حقيقية لكن اتفهمت غلط وظنوا أن المشركين أسلموا فقالوا مرجعوا الدنيا بقت أمان فرجوا لقوا الدنيا صعبة جدا جدا وبالتالي رجوا مرة تانية الهجرة التانية إلى بلاد الحبشة وكان في الوقت ده عدد المهاجرين كبير جدا كان عددهم تمانين تمانين رجل وامرأة وهجروا إلى بلاد الحبشة سرا من وراء كريش كريش تتبعتهم وحاولت توصل لهم علشان تقضي عليهم أو على الأقل لتمنعهم من الصفر لكن ما قدرتش كريش أن هي تمنع الصحابة من الصفر إلى بلاد الحبشة في الوقت ده حبايب قال بي كريش لما ملحيتش الصحابة وهم مهاجرين للحبش قالوا بس يبقى طالما إحنا معرفناش نمنعهم نبعد حد يروح لهم ونعمل مؤامرة معينة كده بحيث أن إحنا نقدر أن إحنا نخلي ملك الحبش اللي هو النجاشي يرجع لنا التمانين دولار يجوا هنا بقى هنوريهم بقى عذاب وسلخ وجلد وحرق بالنار ويعني كانوا عايزين يعملوا فيهم حاجة يعني ربنا عافين وعافيكو يا رب العالمين بعتوا مين بعتوا تمين من أذكى الناس في الوقت دوت بين المشركين قبل أن يسلموا طبعا قبل أن يسلموا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص وقالوا طبعا من باب بقى البروتوكولات اللي بين الدول لابد أن إحنا برضو نقدم برضو شوية هدايا علشان نقدر نعمل يعني إيه يبقى فيه مدخل وإحنا داخلين نتكلم ويبقى لنا عنين إحنا نتكلم ونطلب الطلابات اللي إحنا عايزينها وراحوا محملين الجمال بتاعة الاتنين والسفينة اللي سافرت بيهم راحوا محملينها بكمية هدايا لا تختل على قلب بشر ومن ضمنها مجموعة من الجلود النادرة اللي كان النجاش بيحبها جدا هو والبطارقة والقواد اللي عايشين معا بعتوا عمر بن العص وبعتوا عبد الله بن إبي ربيعة وحملوهم بالهدايا وقالوا لهم خطة عجيبة جدا قالوا ما تخشوش مباشرة على النجاش لازم حد يمهد لكم الجو خليكم أسكياء انت دخل على الرئيس جمهورية مش مقالا تخش خط رازق على الرئيس لا لازم تروح للوزراء بتوعه والنائب بتاعه وتدي هدايا هنا وتزبط هنا لما هم داخلين مقدمين لك مقدمة كبيرة عنده فلما تخش يبقى ليك وجاها ويبقى إيه ليك مكانة تقدر تتكلم معا هو ده اللي عملوه وبالفعل يا جماعا دخل عمر بن العص عبد الله بن إبي ربيعة وراحوا مدين شوية هدايا إنما إيه بقى من اللي قلبك يحبه لمين للبطارقة للقوات القوات بتوع النجاشين وقالوا لهم إنه قد حل في أرضكم غلمان من صفهائنا صابقوا عن دين آبائهم وأجدادهم ومزقوا كلمة قومهم ودخلوا في دين الله نعرفه نحن ولا أنتم طب ياريتم كان دخلوا في النصرانية خبالك شوف الزكاء يعني عايز يقول له أنت دينكم جميل أوي طب ياريتم كان دخلوا في الدين بتاعكم كنا رضينا ومزعناش إنما لا فضلوا معانا في عبادة الأصنام ولا دخلوا الدين بتاعكم دخلوا الدين تالت خالص بعيد وصبقوا عن دين الآباء والأجداد فلما نيجي نتكلم النجاشي ياريت أنتم تشجعوه وتكلموه وتقولوله إن احنا الكلام اللي قلوه ده كلام مزبوط جدا فتساعدونا إن احنا نرد الغلمان دولة لأهليهم علشان يعقلوهم ويرجعوهم لدين الآباء والأجداد ده مختصر الكلام يعني بقوله لكم البلد كده قالوا طيب خلاص مفيش مشكلة مهدولهم الجو وزبطولهم الدنيا وتاني يوم عملولهم لقاء مع النجاشي رحمه الله رحمة الله سعى حد الآن النجاشي لسه ما أسلمش خد بالك حد الآن النجاشي ورجل عادل ورجل فاضل ورجل من خيرة الناس لكن لسه إيه ما أسلمش فرحوا البطارقة واخدين معاد لعمر بن عص وعبد الله بن أبي ربيعة مع النجاشي أول ما دخل الاثنين على النجاشي سجدوا له السجود تحية خبالك هم ليسه دلوقتي ما يعرفوش لا إسلام ولا أي حاجة وخبالك عمر بن عص وعبد الله بن أبي ربيعة الاثنين مشركين والنجاشي كان رجل نصراني فبالتالي كان يعادي يعني هم كان الحاشية بتخش تسجود بسجود تحية زي ما كان بيحصل مع سيدنا يوسف عليه السلام ورفع أبوهي على العرش وخروا له سجبني عن السجود تحية دخلوا الاثنين سجدوا للنجاشي وابتدوا يتكلموا عبد احترام وأدب وووهي مختصر الكلام قالوا يعني أنت رجل الملك عادل وفاضل وووهي ويعني في غلمان عندنا من القبيلة بتاعتنا صبقوا عن دين الآباء والأجداد وطركوا عبادة الأصنام ويريدهم دخلوا في النصرانية بتاعتك يعني لا دخلوا ديننا ولا دخلوا دينك دخلوا في دين تاني خالص مع واحد اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا كذا وكذا وكذا وهم غلمان صفهاء فرقوا كلمة القوم وعملوا فتنة طائفية وعملوا مشكلة كبيرة في البلد فنرجو منك أن انت تردن هؤلاء الغلمان نرجع بهم لأهليهم ولقومهم عشان يقدروا يتعاملوا معهم إلى غير ذلك النجاشي زي ما قلت لك رجل عادل ومن اللي قال كده ده مشانا ده النبي صلى الله عليه وسلم ويعني هو ما بيحكمش في أي مسألة إلا ما لازم يوقف الطرفين قدام بعض ده درس كبير قوي درس كبير في غاية روع فقال لهم لا والله لا أسلمهم لأحد أبدا حتى أسمع كلامهم يجوا الأول واسمعهم بيقولوا إيه واعرف رأيهم ربما أنتوا تكونوا بتقولوا كلام غلط إن جاءكم فاسكم بنبأ إن جاءكم فاسكم بنبأ فتبينوا يا مسلمين يا مسلمين اللي ممكن واحد من خيرة الناس يتنشر عنه كلمة في جريدة فاجرة يتقال شوف يا عم ده اللي كنا بمشتعرف إيه جالة تانية تقولك عنه كلمة تقول تقول النجاشي كانش راجل مسلم ولكن كان عاقل كان راجل عادل عارف أني مادام سمع كلمة على حد ما يسلمش للكلام ده حد ما يسمع الطرف ده ربما يكون هو اللي صاحب حق قال لهم لا أسلمهم أبدا لكم حتى أسمع كلامهم وأقف على عقيدتهم فإن كانوا على شر أسلمتهم لقومهم في الوقت ذلك حق وإن كانوا على خير حميتهم وأحسنت إليهم ما داموا في بلادي وفي جغري ثم قال وإني والله لا أنسى فضل الله علي أبدا فقد رضني إلى أرضي وحماني من كيد الكائدين ورد إلي ملكي مرة أخرى أنت عارفين أن أبو كانت أتل وأبو كانت النجاشي الكبير أبو كانت أتل وعمه مسك مكان واتأمروا على أتله وربنا قدر أن عمه يصف نفس اليوم بصاعقة فيموت ويرجعوا هو للملك التاع ويبقى هو النجاشي على بلاد الحبشة يا سلام فبيقول أنا منساش فضل ربنا علي ما ناس كادت بي وكانوا عايزين يقتلوني وراحوا بعوني بستمائة درهم وربنا قدر أني أرجع في نفس اليوم علشان أبقى نجاشي الحبشة ومالك الحبشة فلا يمكن أظلم حد أبدا دعا النجاشي والصحابة بعت لهم دعوة عن طريق البطاريقة بتوعهم قال لهم روحوا دعوا لي الناس ديات هاتوهم وقدام عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعي اللي اتنين يبقوا فشوا بعض وعايز أسمع أشوف كلام الناس ديات مين اللي على حق لو كان الناس ديات لمصحابان لو كانوا على حق هيبقوا في جواري وفي أماني ولا يمكن لا يمكن قسمهم لأحد وإن شاء الله يفضلوا في أماني ما دامه في جواري وإن كانوا على غير ذلك كانوا فعلا الناس مش كويسين هردوهم وخلص منهم على الأقل مش عايز حد زي كده ببلدي يعمل لي مشاكل في بلدي وبعدين الصحابة اجتمعوا اجتماع طارق نعمل إيه في المشكلة ديات عبد الله بن أبي ربيع وعمر بن عاصي طرأ قالوا إهل النجاشي لحسن يقولوا قالوا له كلمة وحشة في حقنا طب هنرد عليه نقول له إيه فقالوا اتفقوا اتفق على كلمة واحدة أن الصدق من جاء هنقول كل ما جاء من عند الله وكل ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هنجامل ولا هنجدب ولا هنلف ولا هندور الصدق من جاء حبيب قلبي أن أنت تفكر أحيانا أن الإنسان لما يلف ويدور بينجو لا ده اللي بيصدق هو اللي بينجو وإن كان في بداية الأمر ممكن يبتلى ويختبر ولكن في النهاية الصدق من جاء وبالفعل راحوا للنجاشية في اليوم التاني فأول ما دخلوا سلموا على النجاشي بكل أدب وكل احترام وقعدهم عمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه طبعا وكلسة ومشك ساعتها حبي يلبسهم في الحيطة خب بالك بقى من زكاء وزكي جدا جدا زكاء يعني مخيف يعني فأول ما دخلوا وسلموا على النجاش يعني دخلوا وسلموا عليه ألقوا على التحية وسلموا عليه وقعدهم فقال لماذا لم تسجدوا للنجاشي كما يسجدوا له الناس انتوا ليه ما سجدتلوش خب بالك وعايز يوقعهم مع النجاشي اللي بقى ايه اللي بقى للنجاشي لو هو مخه على قبل يعني كده اللي مقاصة ما سجدتوش ليه ليه انتوا بتستكبروا انتوا تسجدوني طب دخلوا من السجن أو رجعوا بلادهم فحد عمر بن العاص يلبسهم في الحيطة فقالوا على قلب رجل واحد إن والله لا نسجدوا إلا لله الله الحق عليه حلاوة وطلاوة وجمال والإنسان لما يكون معه الحق الناس كلها بتحبوا وبتحترموا فقالوا قالوا له إحنا لا نسجد إلا لله يوم يحصل في المقابل النجاشي ابتسم واحترم كلامهم وحاس أنه هم ناس محترمين فانبسط جدا آه ما بيسجدوش إلا لله ليهم حق ما يسجدوش إلا لله فهز النجاشي رأسه إعجابا بما قالوا ثم قال لهم ما هذا الدين الذي جئتم به ولم تدخلوا في دين قومكم ولا في دين عايز حد فيكم يرد عليهم في الوقت دوت اجتمع الصحابة جميعا على أن يكون بلغة العصر المتحدث الرسمي باسم الوفد الإسلامي هو جعفر ابن أبي طالب جعفر ابن أبي طالب يا جماعة هيعرض أخطر قضية في الكون وفي العالم ده كله على النجاش على ملك من ملوك الدنيا على النجاش ملك الحبشة في دقيقتين حط نفسك مكان سيدنا جعفر هيوقفه قدام ملك أو قدام رئيس دولة وبيقولولك اعرض عليه الإسلام وكل ما في الإسلام تقريبا مختصرا في دقيقتين من خلال دقيقتين دولة هتبرق نفسك وتبرق اللي حواليك وتخلي الرجل ده وتيحب الإسلام ويمكن يخلش في الإسلام هتعمل إيه؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل تحالوا نشوف جعفر بن أبي طالب أعظم سفير للإسلام في بلاد الحبشة عمل إيه جعفر بن أبي طالب عمل حاجات أنا والله العظيم أقسم بالله لو واحد واخد سبعة دكتوراه وقلت له اختصر لرسالة الإسلام في دقيقتين قدام ملك مملك الدنيا أنا أعتقد إنه مش ممكن هيقول نفس الكلام اللي قاله جعفر بن أبي طالب حاجة حقيبة جدا مشي مع النجاش في خمس محاور الخمس محاور دول يا جماعة اختصر له رسالة الإسلام كله واستقطب قلب النجاشي عشان يخش في الإسلام ويحب الإسلام تعالوا نشوف عمل اين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضان رح مكلم النجاشي في خمس محاور الخمس محاور دولة زي ما قلت لكم من خلالهم هيخلي رجل دا يعرف ايه هو الإسلام ومين هو النبع السلام وإيه هي رسالة الإسلام وفي نفس الوقت هيوصله للمرحلة إن هو يسلم بعد ذلك اسمع معي بقى أرارك من وراء أول حاجة وحنونا هيمشي معاه في خمس محاور أول حاجة بدأ يعرض عليه مساوئ الجاهلية عايزة يقول له احنا كنا عاشين في مصايب والحمد لله ربنا أكرمنا بالدين الجميل دا قال له أيها الملك كان ممكن يقول له حضرتك أو يا نجاشي أو أي حاجة لا أنزلوا الناس منازلهم ده درس من دروس النبي على السلام نحنا ننزل الناس منازلهم ولذلك النبي لما كان بيراسل الملوك كان يرسل لناس كفرة إلى كسرة عظيم الفرس إلى قيصر عظيم الروم بيددروا منزلته وده من الدين يا جماعة وما فروض ما روش علاقة بالولاء ولا البراء ما تخافوش لكن ده من الدين أنت تنزل إنسان منزلته قال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية بيصفلوا الحالة البئيسة اللي كانوا عليها قبل الإسلام كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف خب بلك من زكاء سيدنا جعفر ما ذكرلوش حاجات ممكن أختلف عليها أنا وإنت يعني ما قالوش حاجة ممكن أختلف عليها كان ممكن يقول له حاجة معينة مثلا فقول له طب وفيها إيه طب معادي يا ابن إيه المشكلة ما قالوش كنا بنسمع مزيكة طب معادي طب ما إحنا بنسمع مزيكة ما قالوش إحنا كنا مش عارب بنا من كذا طب معادي إيه المشكلة يعني لكن قالو حاجات ما يختلفش عليها أي إنسان مشرك أو كافر أو أو مسلم أو غيره أو أي صاحب أي ديانة إن الحاجات دي حرام حرام إن إحنا ناكل بعض حرام إن إحنا نقطع الأرحام حرام إن إحنا نسيء الجوار حرام إن إحنا نأكل الميتة حرام إن إحنا نعبد الأصنام فذكر له حاجات مسلمات وده زكاء من سيدنا جعفر علشان ما يحصلش لغة ولغبطة ومشكلة ونقعد نخرج من الموضوع الأساسي ونخش في مواضيع فرعية زكاء خليك زكي لما تكون بتدعو حد ركز له على نقاط هو ما يختلفش عليها ما تجيش لواحد ما بيصليش وتيجي لسه هتدعوه للصلاة وتقول له بس خب بالك لما تقوم من الركوع سامع الله لما تقوم من الحمد لسه تحط يدك على صدق لو حطتها جنبك يبقى الصلاة مش عارف فأيه هتخش معه في خلافاته وقلص ما صلاش لأ خليك زكي اشتغل معه في الحياة اللي ما يختلفش عليها اثنين والفعل ذكر له الحاجات ما يختلفش عليها اثنين طيب ثم بعد ذلك ذكر له المحور التاني المحور التاني يبقى أول حاجة بدأ يعرضه حالة الناس في الجهلية قبل الإسلام ثاني محور بدأ يعرفه بصاحب الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حاب يعرفه مين هو النبي لحسن يحسب ان النبي ده واحد عادي جدا جدا من أسرة بسيطة أو من قبيلة يعني ليس لها قدر ولا قيمة وانه جاي يعني عايز يقلف دين من عنده وعشان يوصل بقى للزعامة ولا الملك ولا الفلوس لا بيعرفه انه هو من أفضل القبائل ومن أشرف الناس نسبا ومن أفضل الناس خلقا ودينا وأمانة والدنيا كلها تشهد له وعلى أول هؤلاء أبو جاهل وأبو لهب لما كانوا يسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولون أهو الصادق والأمين صلى الله عليه وسلم فقال له فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا ويحطت منا دي ركز عليها من يعني واحد مننا عارفين أصله فصله مش هيتحك علينا مش هيقولينا الكلام مش يقولينا أنا ابني كذا وأبويا كذا وجد كذا لا ده احنا عارفينه وعارفين أصله فصله وعارفين جده ده كان هو رجل الأكبر في مكة وكان زعيم مكة وكان وكان وعارفين أصوله كلها صلى الله عليه وسلم قال فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه الله أكبر فدعانا إلى الله ليه لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان عايزه قوله إيه واحد إحنا عارفين نسبه وأصله وفصله وعارفين صدقه وأمانته حتى أيام الجاهلية عارفينه إن إنسان صادق وأمين وعفيف ومحترم وطيب وا وا وخلوق فجيه ما طلبش مننا حاجة وحشة ما قال لناشي كله في بعض ما قال لناشي تخنقه ما قال لناشي سرقه ما قال لناشي إذنه بلن عبده ربنا وحيده ربنا إيه بعضه عن الأصنام والأوثان دي حاجة وحشة نجاش ينبسط كده وانبسط كلام جميل ومقرع وبعدين زي ما قال لك حد قلبي سيرة الداعية بتمثع في دعوته النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام معروف أنه الصادق الأمين العفيف المحدش يختلف على صدقه وآمنته ولذلك لما جيه قال لهم محدش مكدبه لكن هما من مشكلة أنه هما يعني كبري عايزين زعمات وعايزين 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 واش معقول أنت اللي تبقى النبي وكيف ننظر كهذا كنا كفرسي رهان لكن وكان ما انتو بتسقوا احنا بنأكل الحجيج انتو بتعمله انما لما تقول منا نبي طب متى ندرك ذلك كانت مسألة ايه مسألة كبر ان لا لازم يكون مننا احنا لا مش عارف ايه طب ده بيتعارض مع تجارتنا احنا بنتجر في الخمر او بنتجر في الأسلام الى غير ذلك انما هما ما يختلفوش على النبي عليه الصلاة والسلام ولما دعاهم بدأ الاول بايه بالتوحيد التوحيد يا أمة التوحيد صلى الله على الحبيب محمد بعدها جعفر ونبي طارب بدأ يخش على المحور الثالث بأول محور وصف له حالة الناس في الجاهلية محور الثاني عرفه بشخص النبي الحاجة التالتة بدأ يعرض عليه الإسلام اللي هو دعوة النبي الدعوة اللي جاي بيها صلى الله عليه وسلم فقال له وامرنا خد بالك بقى شفت جعفر ونبي طارب خد بالك الكلام ده كل جماعة المسلمين في دقيقتين في دقيقتين جعفر بن أبي طارب بركز دماغه في خمس محاور هقول له كل حاجة عشان عنده صورة متكملة عن الحالة الجاهلية ودعوة النبي ومين هو النبي وحاجات كده معامل في خمس محاور في دقيقتين يكون الرجل لأنه وقت الملوك غالي مش هعرض مع واحد ملك أفضل أحكي له التفاصيل وأقول له بنتوضى كذا وبنعمل كذا وبنسوي كذا ولما ينتقد رضو نعمل كذا لا دخل في خمس محاور بيختصر له رسالة الإسلام ورسالة النبي وشخص النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بعد كده في المحور الثالث يعرض عليه رسالة الإسلام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال له وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة شوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا يعني أمرنا بحاجات ونهانا عن حاجات ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام الله كأنه عايز يقول له هو دا دينا ودي أخلاء نبينا صلى الله عليه وسلم عايز يقول له يا نجاشي يا أيها الملك في حد يختلف على الحياة الجاملة دي دا دا ما أمرناش بمعصية دا بيأمرنا بنحنا يعني صدق الحديث وأداء الأمانة والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وعن كذا وأمرنا بالصلاة والزكاوة حاجات ما يختلفش عليها اتنين على وجه الأرض وعقلاء مش هقول متدينين وعقلاء ما يختلفوش ولذلك شوف لما لما جعف لما بيطالب يقول له يقول له شوف الكلام يقول له ونهانا عن الفواحش وقول الزهور وأكل مالي يتيم وكذا وكذا دا يا جماعة دا إسلامنا دا دين عظيم قوي يبقى يجي واحد النهاردة يقول إن الدين بتاعنا دين انتشر بحد السيف هقول له كداب عمر ما ديننا انتشر بحد السيف أبدا لأن مجرد الدعاء على المشيكين كان النبي بيرفضه إلا في حالات مخصوصة جدا فعند مسلم لما اشتد الأذى على المسلمين السحابة رحلوا للرسول يا رسول ألا تدعو الله على المشيكين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة في الطائف لما ملك الجبال جاله وقال له إيدو أطبق علام لخشبين قال لا إني لأرجو الله أن يخرج من الأصلابين من يعبد الله سبحان الله لما يجيله عمير بن وهب لما اتفق مع صفان بن وهب على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويروح له عمير بن وهب ويكتشف النبي إنه كان جاي عشان يقتله ويقول له يا عمير بل جلست أنت وصفان واتفقتم على قتل وهب والله حائل بيني وبينك ورغم ذلك يعفو عن عمير بن وهب يقول يعني فقه أخاكم في الدين وأكرمه ما فيه وأطلقه له أسيرة ومواقف كتير جدا جدا لدرجة وصلت رحمة النبي حتى بالحيوان ويقوصف لنا ويقول لنا غفرة لامرأة بغي كانت تتاجر بأرضها لأنها سقط كلبا وفي المقابل يخبر عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وكان ينبع في الحرب في عز الحرب يقول اغزوا باسم الله وفي سبيل الله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تغطروا طفلا وريدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا كذا ولا كذا حرب كلها أخلاق بفضل الله زي ما بيقولوا ان لسيوف المسلمين أخلاقا خدت بالك ولذلك اسأل أحبار اليهود عن النابع السلام وعن أخلاقه في حربه مع اليهود وفي معاهداته مع اليهود صلى الله عليه وسلم عمره في حياته مغدر بحد للدرجة انه في يوم الهام عرف انه غلام يهودي كان مريض الحديث في البخاري راح ظهر الغلام وقال اسلم يا غلام فالغلام بصل أبوه فأبوه قال له قطع أبا القاسم فأسلم الغلام فخرج النبيه ويتسم ويقول الحمد لله الذي أنقضه من نار جهنم واختملك بحديثين في غاية روعة كان النبي ينهى عن قط المعاهد المعاهد ده رجل مش مسلم لكن الديناله عهد والديناله عقب أبان حرام ان انت تقدر به حديث الأولين الوابن حبان بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قطل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح مش هيشم لم يرح رائحة الجنة وإن رحاها لا يوجد من مسيرة مئة عام حديث التالي في الكتاب التاريخ البخاري في تاريخ كبير سند صحيح أبان البي صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا عايز الحديث ده بالله عليكم الدنيا كلها تسمعوا من أمن رجلا على دمه فقتل فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا يا سلام تعالوا نشوف المحور الرابع اللي دخل فيه سيدنا جعفر بن نبي طالب بدأ يحكيل الظلم اللي حصل للمسلمين بعدما أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فصدقنا وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدى علينا قومنا أزونا وبهدلونا وضربونا وأتلونا فعذبونا وافتتنونا على ديننا ليردون إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ورح خاتم المحور الخامس والأخير يبقى ذكر حالتهم في الجاهلية ثم عرفوا بشخص النبي ثم عرفوا برسالة النبي ثم عرفوا بالأزل اللي شافوا من المشركين ثم ختم الرسالة بكلمات رقيقة جدا في حق النجاش عشان يلقى قلبه قال فلما قهرون وظلمون وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك الله عايزك تكون سفير لدعوة ربنا عايزك تكون سفير بجد بجد والله ايه اللي حصل من النجاش لما سمع الخمس محاول الجمال دولة من جعفر بن أبي طالب اللي اختصر له الرسالة كلها في خمس محاول ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله في حلقة بكرة هنشوف كان رد فعل النجاش عمل إيه وعشان فحلا تحبوا الرجل ده وتقدروا وتحترموا وتدعوه من قلوبكم يا حني سبحانه الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وسحبه وسلم محبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثون عن كبار